الحمد لله وشكر الله والفضل لله قدر ولطف انه جدت على قد كده عاوزة الاول حقيقة اشكر تاني علي البحار الشهم اللي من اهل اسكندرية بعد الحدثة وبعد ما الولاد فوقوني رجعوني البيت انا واصالة طبعا على المركب اللي كانوا بيها وبعدين بقى لما رجعنا البيت بعد بقى مع الاصابات والجروح لقيت اصالة بتديني الموبايل بتقولي بطريقتها اللطيفة بتقبري قلبي بيسا الموبايل لما ادهولي طبعا انا مش عارفة كامل كلم بقية الكلام كان الفيديو مفتوح والله بيكون فيلم سينمائي اذا كان انه كان بيصور فانا اخدت التيفون فانا يعني على قد معلوماتي القليلة عن التكنولوجيا انا بعرفش ماليش في التكنولوجيا دي خالص انا بعوز افتح التلفزيون لازم انادي حد بين البيت او ولادي يفتح لي انا لا بعرف انقل ولا اعمل اش حال بقى التليفون والحاجات دي فقلت له مخدوا الموبايل لحطوه في الرز يعني على ما بسمع انه لما تليفون يجيله مية او يحصل فيه حاجة زي كده يتحط في الرز او في شوية شمس فلقيت الحقيقة ابن اصالة الصغير بيقول لي فانا انتبهت فقلت له هو التليفون ده ووتر بوف قال لي او لانه ضد المية يعني فبصيت قلت له مهاتوا التليفون فبصيت فتحت ما صدقتش انه ممكن يكون يعني القدر بالطريقة دي ان انا كون يعني بوسق الحدثة بتاعتنا سبحان الله لان انا كنت بصور وبعدين الجاتسكي خبط في الصور والصور ده عنده صخر وبعدين الجات عايزة بقى اوضح حاجة مهمة جدا الحقيقة هي يعني عايزة اكشف عن سبب الحدثة بس خلوني اكمل اول انه لما حصل كده وربنا يعني نجانا الدكتور طلب مني 48 ساعة ما اتحركش عشان اكون تحت الملاحظة عشان ما يكونش لقدر الله ارتجاج ولا حاجة وفعلا سمعت الكلام والساعة 6 امبارح كان يخلص الحقيقة 48 ساعة لما خلصوا الساعة 6 الساعة 6 وخمسة انا طلعت من البيت على ناحية البحر كنت يعني راحة ناحية البحر لقيت احمد ابن صاحبتي وجارتي في البيت اللي جنبي بيلعب بالجيتسكي ورايح جاي قدامي اتوب لا اخاف لا فانا ديته قلت له احمد انت تعال اخدني لفة معاك فطبعا هو تصدم يعني انا لقيته بصيلي كده عايز يقول انت ما بتحرميش ما انا لسه مرجعلك الجيتسكي طبعا انا برضو بشكره جدا ان هو اللي رجع الجيتسكي لما عملنا الحادثة وبيقول نفسه يعني ما هي رجع لسه من الحادثة وانا مرجع لها جيتسكي يا الست زي ما بتحرمش قال حقيقة يمكن اقدر اقول ان عندي يمكن اسرار وعند ممكن يملأ بحور على شيء واحد فقط هو النجاح يعني دايما عندي حالة عندي اني دايما بحب انجح فدي تركيبة ربنا خلقها فيا وكمان يمكن عشان شغفي وحبي للشغل بينسوني اي تعب وقلم المهم روحت مع احمد وكنت عايزة اروح اكمل الفيديو اللي ماكملتهش انا واصالة بسبب الحادثة وهو اني اروح مدينة العالمين بالجيتسكي وقلت حصوره برضو وحبعته لها عشان تشوفه والفانز بتوحة يشوفوه يتفرجو على مدينة العالمين الجديدة لان اصالة طبعا من الفنانات الكبار اللي عندهم ما شاء الله كم فانز مش طبيعي واصالة كمان ما عندهاش فانز في مصر بس لا ده من كل دول العالم العالم العربي والعالم الغربي وكل الدنيا فاولا الشؤق اللي في الموجودة في المرحلة الاولى تقريبا لانا سبعته انها خلصت ما شاء الله يعني اتبعت من قبل ما تطلع ما شاء الله ده مش تسويق عقاري ده تسويق سياحي على فكرة ده فرحة بهدية جميلة اضافة لبلدنا وللمصريين واننا ماشيين على الطريق الصحيح وانا في الطريق رايحة عديت على مكان الحادثة وزي ما بيحصل في الافلام بالزبط اللي بيكون مثلا فقد الوعي فقد الزاكرة ومش فاكر حاجة وبعدين يروح مكان الحادثة او المشكلة فيفتكر كل حاجة وانا رايحة عشان اصور لاصالة العالمين الجديدة من قريب عديت على مكان الحادثة وافتكرت ساعتها انه كان في مركب كبيرة معدية يعني واحنا ماشيين كده كان في مركب جاية كده وخصوصا المراكب لما بتكون ضخمة بتعمل موج جامد جدا فالموج ده ممكن يبقى عكس اتجاه الموتسكل المائي او الجيت سكي انا بقولي الكلام ده ليه عشان عايزة كل الشباب والولاد والكبار الناس اللي بتركب الجيت سكي تاخد بالها لانه في حوادث كتير بتحصل من القصة دي فعشان كده انا حابة ان انا احكي لما بتكون ماشي في اتجاه ومركب بتكون معدية او جت والموج فبيختل توازن المكان زي ما احنا شايفين كده قدامنا بالضبط شكرا اه ان انتو نزلتو وده اللي حصل بالفعل وخلى اصالة ما تقدرش تتحكم بانها تلف مع انها سواقة ماهرة يعني بس هو في الاخر الحقيقة اه اقدر اقول كلمة واحدة هي قدر قدر الله قدر الله ما شاء فعل وعسى ان تكرهوا شيئا هقولكو حاجة مهمة جدا 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 عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرا لكم ربنا كان عالم بنيتي انه ان انا قد ايه كان نفسي من جوايا انه اكبر كم من الناس يتفرج ويشوف مدينة العالمين الجديدة عايز العالم كله مش مصر بس العالم كله يشوف الفخر مدينة العالمين الجديدة ربنا دايما بيقول وعلى نياتكم ترزقون